السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزائي طلاب صف السلس سنوي سننتقل الان الى حل نموزج دورة اه لطلاب الفرع الادبي ونحكي ايضا عن الفرع العلمي يعني النموزج هو الادبي ولكن هو نفسه نفس السنة اتى نفس الاسئلة العلمية ولكن يوجد اسئلة زيادة للادبي سنتكلم عنها ونحكي ما هو محزوف من اسئلة العلمي. سننتقل الى سؤال الدورة. امتحاش هذه الدراسة السنوية العامة دورة عام الفين وسبطاش الفرع الادبي اللغة الفرنسية طبعا الدرجة الاسم الرقم المدى ساعتان ونصف الدرجة اربعون. طبعا الدرجة اربعون ليش? انه الفرع ادبي. هلا لما بيكون لما عندي فرع علمي درجة شاد بتكون? درجة تكون سلاسون. تمام? فازن تليتين علامة للعلمي واربعين للأدبي. صفحة الاولى. دايما الصفحة الاولى نبدأ يبدأ النص للتكست لكتورة اي كمبريسيون اكريت. تمام? قراءة وتعبير كتابي. عندي نص من احد نصوص الستة المطلوبين لهذا العام. تمام? النص اي نص شير نبيل تاريخ آآ نبيل وهذا النص الثاني اللي بيحكي فيه عن آآ رحلته للنبيل. شوفوا ايش كيتب لي هون سبطعش آآ ديس ست بوان سبطعش علامة. هلا للأدبي بيجي سبطعش. للعلمي ايش قد هون بيجي بيجي اتناعش علامة. رح لنا هذا النص موجود قدامي رح نبلش بأول سؤال. ليزي لو التكست سي دي سو بوي ريبون دي بار فري أو فو. اقرأ النص في الاعلى ثم اجب بفري أو فو. فري شو يعني صح و فو خطأ. تروى بتسي. تروى بوان عفان كتر بوان اربع علامات. اربع علامات بيكون للأدبي ولا العلمي. السؤال الاول يقول. جواد يمضي اطلته مع سرج و فاضل. تمام? بنطلع للناس. بنجي بنقرأ الناس. ارسل لك عزيزي نبيل ارسل لك تحية من المنطقة. حيث امضي كالكو جور بضعة ايام مع اصدقائي سرج و فاضل. فهو كان عب يمضي رحلته مع سرج و فاضل. فاذا الجواب هون فري صح. فاذا هون بنكتب فري جنب السؤال بنقول فري صح. ساوار. ساوار ناجي اتر ام بان سانتي. معرفة السباحة اتر ام بان سانتي و انتكون في صحة جيدة هم كوندشيون شروط. فور فار دورافتينج للقيام بالطواف. هالكلام صح ام خطأ. بنكمل النص. نوز اون بروغرام لدينا برنامج ترشارجي شاق وعملي ورياضي. مردي السلساء لدينا تدرب الاسكالات على التسلق. فور سرج اموا. من اجل سرج و انا. فاضل لا يحب الاسكالات التسلق لان كارثة لان ذلك الويدون يشعره لفرتيج بالدوار. ايار البارحة راندوني تنزهنا في الغابة. ثم عدنا دخلنا في محمية ناتوريل طبيعية. ست سبب كان هذا رائعا. منظر استثنائي ورائع. وفي الصباح وفي هذا الصباح. نوز افضل رافتينج. وصلنا الكلام اللي انا عليه الشغل. رافتينج عندي طوافة. سور الجواب الثاني يقول. معرفت السباحة وانت تكون في صحة جيدة هي شروط القيام الطوافة. جواب فري صح. بعد الطوافة. اللي زامي الأصدقاء سانون رنترى عادوا على ميزان للمنزل. تمام؟ عادوا للمنزل. تعالوا نكمل الكلام. شوف شعب يقول. اللي باركور المسير كان رائعا. بيان بلاني فيه ومنظم. ثم نو سان رنترى. شوفوا نفس الجمعي عدنا. الواتل. لوين? عالفندق. مع المنزل. فالجواب الثالث. فو خطأ. فري فو خطأ. دومان غدا. شوفوا دومان غدا. اللي بتروازهمي. الأصدقاء الثلاثة. سيكتشفون الأسكر سيكتشفون بقية المنطقة. بيش؟ بيش؟ سيكتشفون بقية المنطقة. بيش؟ بيش؟ سيكتشفون بقية المنطقة. بباست بالباص. تعالا نشوف. نكمل النص. عبقو. الرياتين روية مليئة دربري بالهواء المنعش. اوير والنقي. الصوار في المساء. اصدقاء تخييم. ايضاً قد نظّمت. محاولاً في منصب الادلة كمنا في التعرفة مع المجموعات في بقية المجموعات كل مجموعات في دوره كل مجموعات سوى يحقق معها عمد شعور مجموعات سيد لقد نعطى كيف كان في المكان في زاوية مظلمة في بور دولاك على شاطئ البحيرة لن يفريه لكي لا يرعب الترويت اسماك الترويت. بالضغط بالمقابل زياد لراندونة النزهات طبعا في النص مكتوب زينا هنا في السؤال دراكيت من زياد. النزهات في الجبال لن ترس با لا تهمه. هو يفضل أن يكرس سنتم وقت فراغوا في الاسترخاء في المقاهي و سماع الراديو كان هذا رائعا ومضيافا. دماء غدا. شوف توصلت لجملتي. نو سنكتشف بقية المنطقة على الدراجة. تمام؟ فكتشفوا على الدراجة أو بالباص؟ فإذا نجواب هنا خطأ. فإذا صار عندي الأربع جمل. صح صح خطأ خطأ. سنكمل النص. سنغادر في ساعة مبكرة. نو دو فنبركورير يتوجب علينا اجتياز لفياج القرية ومحيطة في المنطقة. خلال فترة من قبل الظهر. ثم نو رنترون سنعود لسهرة داديو الوداع. كوزن ابن عمي. شايفين؟ فنظر لسلها برسلها لابن عمي. جادور سي أعشقوا هذه العطلة. إلى اللقاء المرسل جواد. إذا المرسل دايما بيكون بالأخير والمستلم بالبداية. السؤال اللي بعده. أجب عن الأسئلة التالية. ست درجات. طبعا كم سؤال عندي واحد اتنين ثلاثة. تمام؟ في عندي ثلاث أسئلة. هدول الثلاث أسئلة الأدبي. العلمي بيكون عليهم بس فقط سؤالين. وبيكون هون أربع درجات. كي آي كريسيت ليتر. من كتب هذه الرسالة؟ من كتب هذه الرسالة؟ الجواب هو جواد كتب هذه الرسالة. السؤال اللي بعده. ستة. بوركوا لماذا فاضل؟ ليش فاضل لا يحب التسلق. لماذا فاضل لا يحب التسلق؟ طبعا هذا السؤال الإضافي تبع الأدبي. الخمسة والسبعة كانوا موجودين للعلمي. لماذا فاضل لا يحب التسلق؟ الجبال؟ حكينا. شوفوا من هون. تدرب على التسلق. بالنسبة لي سيرج إموا. فاضل؟ شوفوا فاضل؟ من عندهم فاضل. لا يحب التسلق؟ كارس سالوي بدون لفرتيج. لأن ذلك يشعروه بالدوار. فإذا الحال هاي اللي بين قوسين. الجملة السؤال اللي بعده. جواد لا يعرف كل أفراد المجموعة. استخرج فراز كيلو متر. استخرج الجملة التي تظهر ذلك. شو قلنا أنه لما نرى التخييم شوفوا نوز افون في كونيسانس تعرفنا مع بقية المجموعة. إذا هاي الجملة هو الحال. تمام؟ فإذا ثلاث أسئلة للأدبي سؤالي للعلمي. ننتقل. سؤال البعده هو تكست نص ثاني. النص الثاني يكون من أحد نصوص الكتاب أيضا. النص يحكيني عن няялон يشاركون منذياني منظمة الصحة العالمية. اتي فوندها وجدت في سبعة نيسان الف تسمائة وثمانة واربعين. ست henewsession هي نائس hass man منظمة خاصة منظمة 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 تابعة منظمة الأمم المتحدة للصحة العامة. هذه المنظمة ترتبط مباشرة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ومقرة يقع في جنيف في جنيف في سويس في سويس. المنظمة ترتبط على 183 من قبل 193 اتا دولي من ممبر عضو. يجتمعون الاسمبلي مونديال في الجمعية العالمية للصحة العالمية. القوانين يصوت عليها من قبل هذه الأخيرة وتدخل حيز التنفيذ على كل الدول الأعضاء. يخطر الإجابة الصحيح. سترى عندي هؤلاء من النص الثاني. عليه ثلاث درجات. العلمي بيجي تنتين عليهم درجتين. تمام؟ فإذا صار العلمي أربعة بأربعة ثمانية وهون تنتين صار 12. الأدبي كان أربعة بستة عشرة وثلاثة ثلاثة. المنظمة هي منظمة. تقع باري جنيف لندر. باريس جنيف لندن. تقع في جنيف. الخيار بي. المئة وثلاثة وتسعين. التا دولة ممبر عضو تدير الأو ام اس. أو الأ ام اس، أو الناس يوني تدير الأو ام اس. تشوفوا؟ هي مدارة من قبل مئة وثلاثة وتسعين دولة. الأو ام اس تدرجت مئة وتسعين دولة. السنبلة مونديالة. طبعا هذا السؤال الأدبي الأخير. السنبلة مونديالة تلصف. جمعية العالمية للصحة. تصوت. تمام? تنتخب. لازدتا الدول. تمام? الصحة القوانين. شو هنين? القوانين. القوانين تصوت من قبل الجمعية العالمية للصحة. فإذا عندي آآ نصين. النص الاول عليه صح وخطأ. واسئلين النص التاني عليه اختر الاجابة الصحيحة. ننتقل إلى الصفحة الثانية من الأسئلة. السؤال اللي بعده شوفوا. دايما هون بيجي سؤال المرادفات. اختر بحسب النص معنى كل من الكلمات التالية. دايما النص اللي بيجيني فوق بيجي مرادفات عنه. المرادفة رولاتي يروي. هي مرادفة. يساوي يعني مرادفة. اذا كان عندي اشارتين وتضاد معناته عكس. يعني اذا كان عالضاني عطاني اشارتين هيك معناته عبيعطيني العكس. اه ايجال يساوي. اشو تي يشتري اللي يذهب ركون تي يروي. اشو تي يشتري اللي يذهب ركون تي يروي. رولاتي يحكي او يروي. خيار اذا مرادفة. كمفلي يختبه. هي كاشي يختبه. رو جاردي يشاهد. برا ليه يتكلم. لا اكيد كاشي يختبه. طبعا هذا السؤال للعلمي او للأدبي. هلا بيجي هذا السؤال كله للأدبي. بالعلمي ما فيك سؤال طاول. ابدا ابدا. اكمل بالمتجاني سيكون فيها المناسبة. عندي بوا. 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 تمام. طبعا البوا اول واحدة هي صمغ. بوا وزن. بوا بازيلا. لا. طبعا هاي بوا هي مؤنس. هون عندي اه مزكر. وبوا بازيلا. لا. دو اي لا فراغ. اي ماتير هي مادة كولونت لاصيقة. كونو تستخدم. لدمج جسمين خفيفين. اذا الكلمة بوا. طبعا اه طلاب الأدبي بكل نص في بعده اه سؤال عن المتجانيسات. هذول لازم نحفظون لانه بديجي متلون بالضبط. دفصل هاي. نفس الجمال. بيجيني ثلاث كلمات. وبديجي احطينتين بالفراغ. فاذا نختار بوا. الصمغ. لبوا. تمام. وزن. الفيل. الافريقي. لا يتجاوز ست تون. لا يتجاوز السبع اطنان. لهون بكون انتهينا من اول آآ سؤال. فاذا هذا السؤال انه سؤال التجانسات هو محزوف عند العلمي. هلا السؤال اللي بعده. سؤال اللي بعده. قواعد وتراكيب اللغة. هلا ندخل في سؤال القواعد. القواعد. عندي اول سؤال شوازي سيلا بول ريبونز اختر الاجابة الصحيحة. طبعا حطيلي هون اطناعش علامة للأدبي. هون بيجي للعلمي تسع علامات. عليه هون بدال الستة عليها خمسة. فراغ فرير ايم بوكو لكل. مو مامي. فرير شو يعني? اخ. مذكر. مفرد مذكر نختار الادات مو. المانش غاتو. دولار ولا دي ولا دي. انه غاتو مفرد مذكر نختار الادات دي. سي تي فول تسسوار. يليا اين بلاس. واقان. واقانت. واقان. هلا هون عطيني بطلعت بالخيارات انا. واقان. واقانت حي تطلقه معتا مؤنس. حي تطلقيا يا سجمع. طلع موين انا. عندي الفراغ. كلمة اللي قابله. اين بلاس. يليا اين بلاس. الان علامة التأنيس. فالخياري هو خيار اين. فالخيار الاول هو مو. الخيار الثاني دي. خيار فاست. فاست عفوان. الى فراغ. امي. كو فاضل. شوفوا. عندي الفعل اوار. امي اسم كو فاضل. انه لما بيكون عندي اسم اوسي ولا بلي ولا بلي دو. انه مع الاسم نستخدم الادات. ماما نبونس كو او زوتر. امي لا تفكر الا بالاخرين. ايلي هي اقواست انانية. ولا جينيروس كريمة ولا افار بخيرية. طبعا هذا تمرين موجود بالكتاب. تمرين حفظي. تمام. امي لا تفكر في الاخرين فاذا هي كريمة. المابخي تي سون كيه هو عارني دفتره فراغ ريفيزي. شوفوا الخيارات. بور كو. شو اللي بيجي بعدها نصب. بور كو. نصب بور مصدر. منطلع على الكلمة اللي بعد الفراغ شو اجد? اجد مصدر فالخياري هو الخيار بور. لاميزون. فراغ جو تبارل. افريمون شير. كي دون كو. طلع بعد الفراغ. جو الفعل جو. جو الفعل بارلي. بارلي شو بياخد? بياخد حرف الجردو. فازان الضمير اللي لازم نستخدمه هو الضمير دون. لابرسون افك. جو تراوي سون سنسير. لكل لكل لكل. طبعا هون منطلع على الكلمة اللي قبل الفراغ هاي الكلمة. لابرسون. بارسون جمع الشو. بارسون او اس بالاخير جمع مؤناس. فازان الخيار اللي لازم نختاره هو ليه؟ بارسون. افوان لكل. المرش سانسان شابو فراغ لشالور. شو يجي بعد الفراغ؟ جي بعد الفراغ اسم. عندي مالغري بيان كبورتان. نصب. صيغة دلالية مالغري للاسم. فازان الخيار هو مالغري. كون لكلوش. عندي الادات كون. لكلوش فاعل. فراغ. شوفوا الكيتوري باي زمة مصرفي بالمستقبل. انه لما بيكونوا الطرف تاني مستقبل بسيط. وبعد الكون شو بيضي نصرف مستقبل. اسبق. فتور انتريور. عندي. او راسون اي. او راسون اي. مع مؤس. او راسون اي. او راسون اي. الفعل صنع ياخذ الفعل المساعد او راسون اي. او راسون اي. تي يافي كلكا. تي يافي كلكا. نو نفي. جني في فراغ. با personaria. كلكا. ان اشو نفيه. نفيه برسون. الجملة اللي بعد. جي فراغ. كلك سيب سو كونترا. دوت دوت دوتان. عندي فاعل جو. الفاعل جو. اي تصريف الصحيح. بياخد شي نهاية او اس. بياخد شي نهاية او ان اس. لا بياخد النهاية ا. هيك بكون انتهت الجمل اه اختياري اسئلة الصح والخطأ اختيار الاجابة الصحيحة بالقواعد. تمام? طبعا اسئلة العلمي ممكن يكون في جملة محزو فيها. لا. هاي محزو في مثلا عندي العلمي. تمام? ما موجودة. طبعا تقريبا ده غالبا تكون الاسئلة مشابهة. يعني ممكن في تغيير اسئلة القواعد كلها نفسها بنفس الدورة العلمي والادوي ولكن يختلف بين هاي جملة وهاي جملة اه عند الادبي والعلمي. هلا ننتقل الى السؤال اللي بعده. هلا بنا ننتقل بقى الاسئلة القواعدية اه النظامية. هلا متالي ذيرب شوفوا السؤال متالي ذيرب ضع الافعال انتر برانتز بين قوسين او باسي كومبوزي او بالماضي المركب او بالماضي الناقص. ضع الافعال بين قوسين بالماضي المركب او بالماضي الناقص. اه طلاب الادبي يكون لديهم ثلاثة اسئلة قواعدية. العلمي عندهم سؤالين قواعيديات. تمام؟ طبعا هذا السؤال هو السؤال الاضافي للادبي. العلمي كان عندهم هالسؤال وهالسؤال الادبي هذا الاضافي عليه. فاذا غير موجود بالنسبة للعلمي. متالي ذيرب انتر برانتز ضع الافعال بين قوسين. باسي كومبوزي او بارفي. حكينا باسي كومبوزي او بارفي. او بارفي او بارفي. باسي. ارغي اديزير. او شوجة بعد الفراغ او عندي وقت. ارغي 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 او بري او باركينج. طالما فيه وقت ساعة معناته باسي كومبوزي. جسوي ارغي. جسوي ارغي. ينتظروني في الموقف. تتذكروا في هذا الانتظار يأخذ يأخذ فترة من الزمن. ماضي ناقص. فإذا كان توني ماضي مركب هم ماضي ناقص. الآن السؤال للعلمي والأدبي ربونده ان اتلزان لفورم نيغاتيف. أجب مستخدمة صغة النفي. طبعاً شايفين النفي مهم. هل انه مشروعهم هو نفي كل يم جزئي نفي كل يم جزئي نفي كل يم تبقى على حالة. هدا تنفي نور. حطينا تصريف انت. ايش ملحط با ترميني لور بروجي. الجملة اللي بعدها. عندي هون نفي جزئي كل يم جزئي كل يم جزئي. التوب تصير جا. هدا تنفي نور. فعل. كل شيء. ايش بتحولها؟ نحولها لرياء امانجي. هلا السؤال هذا هذا العام. اكتب الجملية بالاسلوب. خطاب غير مباشر. هذا السؤال محزوف هاي السنة بسبب انه الوحدة السابعة انحزفت لهذا العام الدراسي. فغير مطلوبة منكم هذا السؤال. هلأ ننتقل الى السؤال ما قبل الاخير وهو متى اونوردر ضع. ضع الجمل. ضع في الترتيب الجمل التالية لتكوين حوار منطقي. تمام؟ عندي حوار من الرد. طلاب اهم الشيء لازم تعرفوا انه بالامتحان. هلا هذا النموذج بالامتحان. انا بالامتحان وظيفتي ايش اعمل. عندي الارقام التالية. 32, 33, 34, 35, 36, 37. هاي بالنسبة للأدبية طبعا العلمي بيجي خمس جمل. الأدب بيجيين ستة. تمام؟ كيف طريقة الترتيب؟ طريقة الترتيب هي على الشكل التالي. 32 هي الجملية الاولى. هون الثانية. 3, 4, 5, 6. تمام؟ هذا الترتيب هو على حاله. يعني هاي لازم تكون الجملة الاولى. فانت عليك تنقل بين الاحرف. مو تحط الحرف محل الجملة الاولى. يعني مثلا طلعت معك بتطلع على 35 انت فكر الجملة الاولى فبتحط هون الآ. لا خطأ. 32 هي واحد. هاي الجمال وهي الاحرف تبعوتها. اي جملة طلعت معك طلعت معك رقم واحد. حرفها بتحطه المناسب بجنب 32. راح نشوف تطريف كيف طريقة الحل. طبعا 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 بسيارة وما يزلك في المترو وما يزلسل مطابن؟ اي منطر لمدة درجة لازم اتصدقاء من اماما والسيطة، واذا حمل؟ التي تعلمتها هل لا حدث؟ هل تقول أنكم في مقال أنت هاته قد تغير في الهدث بخير؟ هل حياتكم تغيرت بعد الحادث ذو جقي؟ هون جاوتو بور فير لا كورس هونو دان لاماجازين أبا بخي لازم أعرف السؤال الأول عندي كم سؤال عندي سؤال سؤالين ثلاث أسئلة طبعا اذا تلعطو في ايه ها دا مستحيل يكون أول سؤال و او فتت فتر كورس مستحيل يكون أول سؤال وين عبتتتسوقي السؤال اسكو فوتر في فوتر في اشانجي أبخي لأكسيدن فأذن أنا بقول هاي هاي جملة الأولى بجي لهون وبكتب الحرف طريقت معي جملة الأولى جوابة عندي استفهام كل ما عطر لازم يكون وي وي بيان سير شانجي 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 فالخيار س خيار الثاني هلأ ا س شايف أنا عبحط عبطالع الأحرف يعني أنت عليك توصيل من الأحرف على الأرقام هلأ السؤال الثاني شو اي فو وانتي د وانتي ماذا فعلتي قارت له بي بداية بعتوا سيارتي وتنقل في المترو هلأ بظل آخر سؤال الآ أين تقومين بالتسوق قالت له بالنسبة للتسوق تمام هون الـ أقوم ب اذهب المخازن الزات السعر المقفض طبعا العلمي عليه ست درجات الأدبي عليه خمس درجات العلمي عليه ست درجات عفوا الأدبي عليه ست درجات العلمي خمس درجات أنه بيكون خمس جمال هوني ست جمال آخر الشي طلاب بالنسبة بنتهي معي تنتهي الأسئلة بآخر الشي المواضيع تعبير كتابي بيقول بيقول السؤال عالج أحد الموضوعين أحد المواضيع التالية بيعطيني موضوعين بيقول يختار واحد منهم طبعا الأدبي خمس علامات والعلمي أربع علامات هون جاييني الموضوع ريديجي أنا أرتيكل كي أكسبليك لزاونتاج 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 لزاونتج التلفون بورتابل اكتب مقالة تشرح مزايا ومساوي استخدام الموبايل المحمول أو سليلير هذا موضوع الوحدة الأولى الموضوع التاني اكتب مقالة عن مشكلة بيئية مشكلة بيئية وطرح أسبابها ونتائجها وتطوراتها وما هي كالمزير ما هي الإجراءات هون الموضوع الأول وهون عندي الموضوع الرابع بدي أختار أحد الموضوعين واكتبه طبعا طلاب هكذا إن شاء الله انتهت الأسئلة رح أرجع نشرح بس فكرة العلامات لطلاب الأدبي والعلمي تبهوا معي طلاب الأدبي هون هذا النص مكتوب هون الأدبي 17 علامة العلمي يكون عليه 12 علامة السؤال صح والخطأ عليه أربع علامات للطرفين هون العلمي بيكون اليوم سؤالين فستة للأدبي أربعة للعلمي هون اختر الإجابة صحيحة عن النص ثلاثة للأدبي اثنين للعلمي بيكون في جملتين المرادفات نفسهم للتنين العلمي محزوف عندهم هذا السؤال هذا السؤال مطلوب للأدبي تبعا المتجانسات ترتيب السؤال أسئلة القواعد علي 12 علامة للأدبي 9 للعلمي هون ستة الأدبي 5 علمي هذا السؤال تبعا اختر الإجابة الصحيحة هذا السؤال يكون ثلاثة أسئلة قواعدية كتابة للأدبي سؤالين للعلمي هذا السؤال محزوف عند العلمي هون جايب للأدبي هذا السؤال وهذا السؤال سؤال الثاني والثالث هذا الأول تبعا الأسئلة القواعد غير مطلوب يعني ما أجاب منه ما بيجي للعلمي طبعا هذا السؤال تبعا اسلوب باشغ مباشر إن هذا السؤال محزوف هذه السنة ترتيب الحوار ست جمال للأدبي خمس جمال للعلمي ست علامات للأدبي خمسة للعلمي والموضوع اخترح الموضوعين خمس علامات للأدبي والأربع علامات للعلمي وهكذا إن شاء الله نكون قد تعرفنا طلابنا على نموذج الأسئلة وطريقة الحل وكيف يمكننا حل الأسئلة إلى هنا نكون إن شاء الله قد انتهينا من منهاج مادة اللغة الفرنسية نتمنى لكم التوفيق والنجاح في الامتحانات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته